السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الأعزاء في فيديو جديد على قناتكم بسان والكورم سنتضرق في فيديو اليوم لكثير من أخبار لعبنا المحترفين سواء في أوروبا وفي الخليج وفي كل أنحاء العالم لنبدأ البداية بأخبار نجمي الخضر يوسف بليلي وجمال بالعمري إدارته الأهل والشباب السعوديين خصصا طائرة خاصة لنقل لعبيهما من الجزائر وكان محدد لها أن تطير نحو السعودية صارت الأربعاء كل شيء كان مرتب بحسب الألم السعودي لكن اللاعبين تخلفا عن الرحلة ولم يتواجد في المطار لحظة إقلاعها تصرفت ثناء الجزائري خلفت غضبا كبيرا من ناديهما حيث أصدر النادي الأهلي بيان يؤكد فيه تمر دبليلي في حين صارت إدارة الشباب في نفس الإطار كما تلاحظون اللاعبين الجزائريين باتا مهددين بعقوبات قاسية جدا من ناديهما والاتحاد السعودي أيضا ربما تقضي بطردهما من الدور السعودي وعدم قدرتهما على التوقيع مع أي نادي هناك مستقبلا إلى جديد مندي الآن صحيفة الموندو دي بورتيفو الإسبانية كشفت اليوم الخميس أن إدارة ريال بيتيس رفضت عرضا من نادي نيس لأجل ضم لاعب الخضر ولم تكشف الصحيفة الإسبانية عن تفاصيل العرض وسبب الرف لكن من دون شك السبب مالي لأن إدارة بيتيس تريد رقما أكثر من 10 ملايين أورو للتخلي عن لاعبها الجزائري وبعد استحوات شركة إنيوس الإنجليزية عليه باتا نيس من أغنى الأندي الفرنسية وقادر على تقديم رواتب جيدة وهو ما يمكن أن يغري ماندي مستقبلا يشار إلى أن عقد ماندي مع بيتيس تبقى منه عام واحد فقط والجزائر يملك عدة عروض من هاردنيس الجديد وسيفصل في مستقبله في قادم الأيام إن شاء الله كشفت صحيفة ليكيب في عددها اليوم الخميس أن إدارة رن الفرنسي تريد التعاقد مع لعب الخضر إسلام سليماني وأجبت إدارة ومدرب رن بالمستوى الذي ظهر عليه الجزائري الموسم الماضي مع نديه موناكو أين سجل أرقاما جدا رائعة ولم تشر صحيفة ليكيب لتفاصيل دقيقة عن العرض لكن إدارة ليستر سيتي ستكون مستعدة لتسهيل رحيل سليماني في حال حصولها على عرض بتسعة ملايين أو ما يقارب هذا الرقم بقليل السعي وراء سليماني قد يعني رحيل النجم السينيغالي باين يانج المطلوب من إدارة مارسيليا وفي حال حصول ذلك سيكون من السهل على إدارة ران دفع قيمة سليماني لأنها ستبيع نيانج بقرابة 30 مليون أورو دائما مع أخبار لعبنا في الليك آوة ومع ديلور هذا الأخير وفي دغريد على حسابه الرسمي في تويتر أعلن إصابته بفيروس كورونا أندي ديلور قال أنه سيخضع للعلاج وأنه سيكون حاضرا سريعا مع فريقه إن شاء الله إعلان إصابة الجزائر ستعني غيابه لغاية شفائه وبالتالي غيابه عن لقاء فريقه في ساح الدور الفرنسي مع إمكانية غيابه عن الجولة الثالثة أيضا يشار إلى أن ديلور هو ثاني دولي جزائر يصاب بفيروس كورونا ورابع في المجموع بعد كل من عمراني ماكسيم لوباز وأيضا مهدي عبيد الختام بأخبار صفيان في قولي حيث كشفت الصحفة التركية اليوم عن قرار مفاجئ من طرف المدرب فاتح تيريم صحيفة الصباح التركية ومع صحف وموقع كثيرة قالت أن المدرب غير رأيه بخصوص صفيان وقرار الاحتفاظ به لموسم إضافة على الأقل ورغم رغبة الإدارة في بيعه وكثرة العروض التي وصلت إلا أن تيريم رأى أن بقاء في قولي سيكون مفيدا للمجموع بما أنه لعب جيد عكس زميليه المغربي يونس بالهندة والهونان ديرايان بابال الذين تقرى رابعهما وبحسب الصحفة التركية فإن بقاء في قولي يعود لرغبته وليس لرغبة أحد آخر حيث يفضل صفيان البقاء مع الفريق الثاني مقابل الحفاظ على راتبه المقدر بـ 3.85 مليون أورو أي قربة الأربعة مليون أورو وهو أمر سترفضه الإدارة والمدر من دون شك ففي حال بقائه فإن الاعتماد عليه سيكون أحسن إلى هنا يكون فيديو اليوم قد انتهى نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وأخبار جديدة سلام